اشتركوا في القناة شوية مع المطبخ المطبخ محتاجين نوقف ووقفة صدق مع بعض كده وقبل ما ننزل نشتري المشتركات بتاعتنا هنعمل عملية تشريك على التلاجة نشوف التلاجة فيها ايه درب فريزر بواي لحمة الحاجات اللي موجودة في التلاجة درج الخضار الادراك بتاعت المطبخ وهكذا قبل ما ننزل نشتري الحاجة ونبدأ في عملية تبزير عندنا انا النهاردة حبيت يكون مع بداية الاسبوع ان شاء الله يكون معنا الاكل بتاعنا لطيف وبسيط هنعمل الكوسة النهاردة بطريقة جديدة كوسة معروفة كوسة بالب الشامل بتاخد لحمة مفرومة انا هعملها النهاردة بصدور الفراخ نسبة الدهون فيها قليلة بالتأكيد معنا كوسة لطيفة وجميلة هنعمل بشامل بحليب الدسامة بتاعته قليلة هنعمل النهاردة طبق شربة جامد جدا شربة المشروم بالكرافس كلنا عارفين ان الكرافس مالك الشربة الكرافس بيمتس الدهون اللي موجودة في الجسم الكرافس بيعالج مشاكل الكولسترول فمعنا المشرب كمان بروتين نباتي لطيف وجميل وآمن هنعملها شربة النهاردة بتراهها صحية ونشوف هنعملها از معانا بيتزا النهاردة بقى اهديها للاطفال الحلوين اللي سمعوا كلام بابي وماما وقعدوا في البيت وضدنا عدة حلوة مع بعض هنعملكم بيتزا بالخضار بالزيتون هنشوف نعملها مع بعض ازاي ولكن مش في الفرد فو التاسة هخليك تعمليها على عين البتجاز وتبقى مستوية من نحيتين وزي الفرد طبعا الصلطة بتاعت النهاردة صلطة مميزة جدا صلطة التشكيلة من الخضار بالتفاح لاخدر مع خل التفاح كلنا عارفين تخلي التفاح كمان بيقلل الدهون ويمتص الدهون وبيقلل الوزن واللطيف جدا بكمان بيعمل بيرعب دور كبير جدا في عملية الهلسي بتاع الاكل بتاعنا وبيساعد على التخصيص تفاصيل كثيرة في الحالة مش عايز طبعا نتكلم ونضيع وقت في الموضوع كاننا نخش على العمل بتاعنا ونشوف ازاي نعمل اكل بسيط وسهل ولكن كيمتر غزاية عالية جدا وهلسي وتعالوا مع بعض نعمل مع بعض شربة المشروب بالكرفس ما قدرها على الشاشة يفضل طبعا عمل البكاتة بشرايح اللحم اللي هي بتاعت الاسكالوب دي بتكلم الجزار بيجيبلك الحتة من الفاخدة وش الفاخدة كده بتتاخد من اللي هي بتاعت الاسكالوب او انتوا قولوا له ان انا عملها اسكالوب بتاخدها على البيت بتتبيليها في مية بصل وعصرة لامون وتغلي فيها بالتوبنج بتاحها اللوة ديه في معلية نشا صغيرة عشان تبقى معاك كريزبي حماريها في قلب الطاصة بمعلية زبدة ومعلية زيت مكان تحمير اللحم اللي هي البكاتة بتحط عصير اللمون مستردة كريمة لباني هو ده سوس البكاتة عذاب المشروب معانا مشروب تحط في قلبها زي الفن معانا مع بعض شربة المشروب بالكريمة شوفنا الميادير بتاعتها على الشاشة على عجينة بتاعتنا ما تاخد مرحلة التخمير في عجالة كده هنعمل شربة المشروب بالكرفس والكرفس ملك الشربة يا عم الشيف المشروب يتقطع كده وعنوان المشروب في تقطيعه اه لازم التقطيع دي تقول ان ده مشروب اه اه بالشكل ده كده اه اه وده موجود في عدد الفكهاني وموجود عند بتاع الخضار زي الفل ومصدر غني جدا للبرتيني النباتي يا مكلنا لحمة في العيد ايه المشكلة لما نقضيها مشروب اه والمشروب امن اللي عايز يخس اللي عايز يعمل اكل هلسي اكل فيه ريجيم اكل ضيت اه المشروب اه لا فيش منه مشكلة خالص مريد سكر مريد ضغط على مسوليتي اه المشروب يتقطع كده تاصة معانا مية الكوسة اللي انا سلي فيها الكوسة معانا مرمتهاش هي معايا محتفز بيها هستخدمها في شربة المشروب دي بريئة من الكريمة اللباني مش هحط لها كريمة اللباني مع ان المشروب ييبقى لطيف وجميل مع الكريمة اللباني بس انا مش عايز كريمة اللباني بقدر الامكان نهرب من الدهون ده المشروب معانا زي الفل اهو بس انا عايز تعمل المشروب اخد تعمل المشروب ازاي اهو واحنا مع بعض كده فيه دقائق معدودة تاصة عالنار اي ونار شديدة الله مصلى على النبي اهو اخبار النار ايه زي الفل نعملها بزيت زيتون مش بزبدة ولا بسمنة اهو شوفت ركاية دي بقى اول حاجة هعملها بحط بصلية نعمة درجة احمرار البصل ولونه بيدين طعم حلو قوي اهو 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 بتزلش بالتوم دلوقتي اهو لان التوم لو نزل دلوقتي هيتحرق معاك ويمرلك الشربة ويبقى شكله مش لطيف في الشرب اهو اصطلنا على البصلية دي بتاخد نون صغير كده اهو الشكل ده كده والبصلة بتتحمر شوية روزماري حلوين ايه الحكاية شوفوا النهار دا الروزماري والزعتر اه اهو اهو عشان يعتر المعدة من لحمة العيد اه اهو اهو زعتر والروزماري مهم جدا في مطبخك سوان الشرقي او الغربي ايا كانوا المطبخ اهو اهو ده روزماري حلو ننزل بالمشروم بتاعنا اللي قطعناه بالشكل ده كده اشوح المشروم مع البصلية والروزماري بالشكل ده كده عند مية بتغلع النار مية الكوسة واحتفظ بيها وفكرتوني بالكوسة ابص عليها في الفرد كده اخد الاسدزة المصورين حبيبي في ارسان التلفزيون المصري وننظر ايه الحلاوة دي اشيف تسلميدك اشيف اهو 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 ادي الكوسة هطلح اه جاهزة جيت في وقتك عانية اهو 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 انا مص على الكوسة كده وندلحها كده الكوسة الحلوة دي كده اهو دي مش باللحمة المفرومة دي بتدجاج المفرومة والجبنة الرومي عاملة عميلها والريحة الحلوة اللطيفة الجميلة اهه صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم يصلي على النبي. اه. ده اللي عالي يا شافيه. حلو قوي. نرجع للمشروب بتاعنا اللي على النار. اه. ايه الحلوة دي. تغلع النار ايه. اه اه اه. المشروب اه اه اه. بالشكل ده كده اه. خلصت شربة المشروب اه اه. يلا يلا اه. العب اه. ننزل بالشربة بتاعتني. على فكرة. الشربة دي مش شربة فراخ ولا لحمة. دي شربة الكوس. اه 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 اه. ايه ده العداشي. ايه الزلزال ده اه. وحصريا شربة المشروب بالكرفس. بريعة من الكريمة. هناخد بعدينا. ونطلع فاصل صغير. والاكل بتاعنا النهار ده هلسي. بالريح المعدة بتاعتنا. والريح المطبخ بتاعنا. والريح وقفتنا من المطبخ. ونعمل اكل لطيف بطريقة سهلة. ولكن الحرس في ان يكون كيمة الغزاية عالية جدا. بتناسب كل افراد الاسرة. اه هتروحوا بعيد. تابعوني بعد الفصل. موسيقى 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 معانا شربة المشروب على النار. انا مش عايز احطلها كريمة لباني. وشكل المشروب مع الشربة بتحس انه ضعيف الشخصية. كريمة اللباني بتقوم الشخصيته شوية. ما ننكرش الموضوع ده. بقى او اعمل ايه بقى? بشياكة باخد معلقتين من النشا صغيرين. مع ربع كوب من الحليب. ودوب النشا في قلب الحليب. حلو الكلام? بالشكل ده كده اه. عشان الشربة يبقى لها قوام كده ولطيف وزي الفل اه. بقدر الامكان هتبقى الدسامة هنا قليلة. الشربة خدت لون بالشكل ده كده. الله على الريحة الحلوة. البهارات بتاعت هنا شوية ملح وشوية فلفل. الشربة عند جاهزا هيت. بهارات بتاعتنا ملح. وفلفل. انية. احنا معانا سوشيا الميديا بعد ومنخلص. بنجاوب على اسئلة حضراتكم كلها. الشربة دي عجباني او على فكرة. اشرب منا بطريقة امنة. يلا نصبوا الشربة مع بعض. حبيبي واخواتي فورسان التليفزيون المصر اه. شربة المشروم بالكرافس. والكرافس يتحط قبل الغرف مباشرة. عشان خضاره ولونه وجماله. اه. عينية اه 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 انا عارف لك بتحب الحاجات دي اه 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 مشروم كرافس ريحان اخضر. شربة صحية. ما فهاش كريمة لباني لا اه اه. ما فهاش زبدة لا. حلو اول. مطبخنا النهاردة بساطة سهولة برونة. في افكار حلوة. خارجين من اجازة العيد كل عام وحضراتكم بالخير. ويعود علينا الايام الحلوة بخير ان شاء الله على كل افراد الاسرة وكل العائلة. قدرنا ان احنا برضو نطلع بنعمل حاجة جديدة. والريح مطبخنا شوية من المحمر والمشمر والفتة والتواجن اللي شفناها في العيد. ونعمل اكل لطيف كمت الغزاية عالية جدا بتناسب افراد الاسرة الصغير والكبير والكبير والصغير. رؤية فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الاولى والفتايا المصرية. من اين يا شيف? من ماس بيرو. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة